بسجله أنا بكولوني بوسق فيهم بروحت يوم بسط ما بيرجع الله يعينيك ما حدا رح يعرف انت شو رح تحس فيه إلا أنت والوالد أنا كنت عم بحضرها وصار لي يومين من لما صارت الحادثة مع عم فينا نام بصير عندي كرايز بالليل بس شفتها كيف حضنت صورة أبنة شفتها كيف حملة البلوش نفس ردة الفعل هي زيتها اللي أنا عملتها بتصير تنبش على صورة ابنك ما بتصدق بطل موجود بتصدق تفدش على ألعابه أنا بليز حكولي معه أكيد شفت حالي فيها للأسف من أم إلى أم ومن حرقة إلى حرقة تاريخ يعيد نفسها أم كيفن احترق قلبها نتيجة أهمال الكولوني وكذلك أم آدم التي حتى اليوم لم تتخطى المأساة وكم هي قاسية صدف الحياة لتعيد سيناريو نفسه بالتاريخ نفسه سنة وجمعة أدم توفى بـ 24-7 إلى 2015 كيفن توفى بـ 1 أو 2 إلى 2016 يعني مثل كأنه سيناريو عم يتزيته صبي صبي واحد عمره 8 الثاني عمره 6 أنا ابني على الجوغن فلابل بقلب الكولوني مش بصورتي كمان المفارقات لا تهم الموت واحد لكن ما يهم الأهل هو الحصول على العدالة عدالة أرض تظرتها أم آدم وتنتظرها لكنها تتمنى ألا تتحقق مع أهل كيفن أكيد ما بتمنى يصير نفس المصاري القضائي مع أهل كيفن لأسباب مختلفة أول شي نحن من بعد سنة بعدنا بالقضاء ما صار شي الزلمة المسؤولة عن الكولوني يفتح الكولوني عادي مثل كأنه ما فيه أي شي القاضي صندرا خوري قدامت جون غاوي من حسب أول شي احتياطي شهرين ونص بعد ما نحبس رجع طلع فيه حكم بيقول أنه فيه حكم سبت شهر ودفع في الديمالية بس لأنه القانون بيسمح بيستقنف فبعضهم استقنف وهلأ فيه عطلة قضائية بعض الزلمة بكفى حياته عادة هلأ أنت بتقليلي أنه أوكي شو بدك بالحبس أنا بقلك تكررت لو صار فيه عقوبة أقصى على هالكولوني كان أنا أكيد أنه كل بيئة أصحاب الكولونيات رح يخافوا ولكن رغم ذلك تصر أم آدم على عدم الاستسلام وتوجه رسالة إلى أم كافن كاف بالقضاء جارب قد ما فيكن أنه تبقوا وقفين ثقيل هو الموت وثقيلة هي بقياه ومن كافن وآدم لم تبقى سوى ذكريات وبعض أصوات فيو فودي فسن آه يوز دانا جوال بايدا جوال راحوا مثل الحلب وراحوا ف pm الأفزق 있어 تuber mistakes